هعمل النهاردة طرطة بالورد أو طرطة الورود طرطة الورود دي بتبقى هايلة بتبقى رائعة يعني لكم أنت تخيل وكل اللي هحتاج فيها النهاردة هنزين بس مبدئيا يعني أنا مش عامل طرطة إحنا عندنا كيكة في البيت عايزين نحولها طرطة أنا عندي كيك فانيليا وكيك شوكولاة أهو زي ما انتوا شايفين حاجات بسيطة جدا عندي فراولة مقطعها مربعات صغيرة جدا عندي كمان كريم شونتيم خليها قوامه تقيل شوية عندي كريمة الزبدة كريمة الزبدة أسماها على اتنين كريمة شوكولاة رجعتها كريمة شوكولاة حخلطت معاها الكاكاو وعندي كريمة زبدة فيعني الموضوع عندي لطيف جدا وخفيف جدا هزين بإيه هاوريكو هزين بإيه النهاردة هيبقى الموضوع مختلف شوية هيبقى شكله يعني عراقي شوية على قدم ما نقدر خلوني ألبس الجلاس ده وإيه اللي بتدي نزين مع بعض بصوا بقى أنا هاخد قبل ما بتدي خالص هاخد إيه أهو بسم الله هاخد شوية من الكريمة بتاعت الزبدة طبعا هتلاقوا كل حاجة عندكم على الشاشة خليني أخليها على جمع عشان هوريكو أنا هعمل إيه خط الكيكا من الأعر بتاعها أهو الحتة اللي هي نشفة بالشكل ده هحطها طبعا أي زوايد أي بواقف الآخر بننظف كل ده هاخد الفراولة بتاعتي أهو حاجة بسيطة خالص وأخلط أهو خلينا نخلط كله مع بعضه دايما كريمة الزبدة خلوها تقيلة شوية عشان تعرفوا تتحكموا فيها ممكن تدخلوا النوع اللي انتوا عايزينه تماما يعني أي نوع انتوا بتفضلوه أو عايزينه حطوه يعني من الفكهة قصدي طبعا أكيد أي نوع من الفكهة حطوها براحتكم خالص ندخل أي نوع فكهة احنا بنحبها زي ما قلتلكم ممكن نشكل أنواع الفكهة زي ما احنا عايزين أهي بعتذر اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده هلفها كلها وأنا بلفها أخد بالي عشان مزوقش الكيكات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة